للمزيد أرحب بي ضيفينا من القاهرة مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عماد جاد ومن واشنطن الدبلوماسي الأمريكي السابق آدم إيرلي مرحبا بكم أضيفية أبدأ معك دكتور عماد مجلس الأمن يستشعر الخطر في الضفة الغربية ويعقد جلسة بخصوص ذلك ويحذر من التداعيات إلى أي حد الأوضاع في الضفة مرشحة للانفجار طبعا تدريجيا كان متوقع أن استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع وزيادة عدد الضحايا على النحو الذي دفع بدولة جنوب إفريقيا أن تتقدم بشاكوى للجنائية الدولية وتتهم إسرائيل بالإبادة الجماعية أتصور أن هذه النقطة تعني أننا وصلنا إلى أعلى درجات الغليان غزة خالية من المستوطنات وخالية من المستوطنين على غلفها على حدودها الخارجية براها برا أراضيها لكن الضفة الغربية بها مئات الآلاف من المستوطنين مستوطنين مسلحين وأيضا هناك عناصر تابعة للفصائل الفلسطينية بعضها مسلح والجيش الإسرائيلي موجود في المنطقة جيم التي يسيطر عليها أمنيا وإداريا والمنطقة باء التي يسيطر عليها أمنيا وبالتالي إذا لاحظت أن انتفاضة 87 حدثت نتيجة حادث سيارة لم يكن مرتبا أو مدبرا فقوات الأمن الإسرائيل أطلقت النيران على الفلسطينيين فاندلعت انتفاضة ديسمبر 87 ما يحدث في غزة ربما يوفر عشرات المبررات لإندلاع مواجهة ولو حدثت في الضفة الغربية أتصور لن يكون هناك أدنى قدر من المشابهة أو التماسل مع قطاع غزة نتيجة وجود 100 ألف من المستوطنين والمستوطنات والقوات الإسرائيلية وأيضا التواجد عناصر وبعدها مسلح تابعة للفصائل الفلسطينية وبالتالي هذا هو أكثر ما يمكن خشيته في الفترة القادمة وانفجار الأوضاع في الضفة الغربية ولذلك الولايات المتحدة الأمريكية والسؤال هنا للسيد آدم إيرلي تعبر عن قلقها من تزايد أعمال العوم في الضفة الغربية هل تشعر واشنطن بأن انتفاضة ثالثة على الأبواب؟ أعتقد أن هذا ممكن وأنا أتفق مع الديف من القاهرة وخصوصا عند الحديث بأنه ليس لدينا الكثير من الناس في هذه الأماكن التي لا يجدون فيها أي أفق لتحسين حياتهم ويبقون مكتوف الأيدي دون فعل أي شيء حتما يتوقع أن يفعلوا شيئا في وقت ما وهناك فرق كبير بين الضفة الغربية وغزة فالضفة الغربية تحكمها السلطة الفلسطينية وغزة تحكمها حماس منذ 2006 لذلك نتحدث عن نحو عشرين عاما ظلت فيه حماس تحكم غزة والسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية عملت عن كثب مع إسرائيل منذ اتفاقات أوسلو وخصوصا في مجال التنسيق الأمني لذلك لا أرى أن الضفة الغربية قلعة عسكرية بقوات عسكرية منظمة قوية مثل حماس لكن في الوقت نفسه لا بد من الإقرار بأن هناك استياء واسع النطاق في الضفة الغربية في صفوف الفلسطينيين الذين يشعرون بالإذلال والحرمان من حقوقهم وهذا بطبيعة الحال قد يتفجر دكتور عماد منذ السابع من أكتوبر حصيلة القتل الفلسطينيين تزايدت 300 قتل نحن الآن وهناك عمليات اعتقال تعسفي وأيضا ربما عمليات اعتقال جماعية غير قانونية وصلت تقريبا إلى 5000 معتقل فلسطيني في السجون الإسرائيلي نهيك عن حالات التعذيب وسوء المعاملة ما هدف حكومة نتنياهو المتطرفة من كل ذلك برأيك يعني أتصور كما أشار السيد آدم إلى وضع السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية في وضع حشر الغاية نتيجة الضغوط الإسرائيلية ونتيجة العجز الشديد وبالتالي إذا ما انفجرت انتفاضة عفوية نتيجة ما يحدث في قطاع غزة أتصور أنها ستطيح بالسلطة الفلسطينية في طريقة يعني هذه الانتفاضة ستكون انتفاضة ضد الجميع لأن السلطة لم تفعل أي شيء وإسرائيل تهين وتعتقل وتدمر وتلاحق أنا أتصور وهذا بعيد عن نظرية المؤامرة تماما ولكن قراءة للعقلية الإسرائيلية اليمينية المتطرفة التي تجمع عتات المتطرفين داخل هذه الحكومة أننا نعود إلى المربع الأول الذي أعلن عنه هؤلاء وبعد قادة الجيش الإسرائيلي من أن الرد على ما حدث في السابع من أكتوبر يتضمن ترحيل قطاع غزة إلى شمال سيناء وهناك من دخل على الخط وقال وترحيل أهل الضفة الغربية إلى الضفة الشرقية لأن هناك تيار إسرائيلي قوي في اليمين ربما أيضا عبر عنه رئيس وزراء إسرائيل الأسبق ريل شارون بأن الأردن هي فلسطين أو فلسطين هي الأردن وبالتالي لذلك تجد أن هناك نوع من التنصيق عالي المستوى بين القيادتين المصرية والأردنية لأن كل منهم يعلم أن تنفيذ عملية الترحيل موجودة فكريا وربما تنفذ على الأرض واليوم خرج سموتريتش وزير المالية الإسرائيلي شاهدت الفيديو اليوم على مواقع التواصل الاجتماعي مترجم إلى اللغة العربية من قبل محترفين يتحدث عن أن الشيء الوحيد الذي تملكه مصر الوقف الحرب في غزة هو استقبال أهل غزة أو تسهيل الطريق أمامهم للرحيل إلى دول أخرى أتصور أن تفجير الضفة أو تفجير الوضع في الضفة يمكن أن يطرح فكرة ترحيل السكان أو ترحيل الخطاع الأكبر وربما أيضا سكان شمال إسرائيل أو منطقة الجليل لأن هناك منطقة عربية كبرى أو كتلة كبيرة من السكان العرب يبلغون حوال 2 مليون يوجدون في الأغلب في الناصرة ومنطقة الجليل الأعلى وبالتالي نكون على طريق ما يراه اليمين الإسرائيلي دولة يهودية محد بجد ليس دولة ذات أغلبية يهودية أغلبية يهودية بيور دكتور عماد ولا ننسى أيضا تصريح بن يمين نتنياهو الذي تحدث للصحف عن مسألة الهجرة الطوعية وهذه تمهيد ربما لتهجير سكان غزة وحديث المتطرفين في حكومته على تهجير أيضا الضفة الغربية إلى الأردن دعني أسأل سيد آدم إيرلي كثير من المرات تحدثت الولايات المتحدة الأمريكية على أنها تعارض هذه الفكرة فكرة تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم لأن ذلك يقوض حل الدولتين ولكن عمليا على الأرض الإسرائيليين ينفذون ما يطمحون في تنفيذه أين الجانب الأمريكي في الضغط عمليا على هؤلاء لا أعرف بصراحة أعتقد أن فكرة أن الولايات المتحدة الأمريكية يمكنها أن تفعل شيئا في هذا الصدد هذا أمل لا نراه علنا لا أعرف قد يكون هناك أشياء تفعل خلف الكواليس لكنني أشكك في أن نتانياهو وجناحه السياسي وحلفائه اليمينيين المتشددين في الحكومة الإسرائيلية أعرف إذا كانت أمريكا قد تنجح في الضغط عليه وعلى حلفائه لفعل شيئ ما الكثيرون يعتقدون أنه يمكن الضغط على إسرائيل بالأسلحة التي نقدمها لهم لكن البعض يقول أن ذلك سيكون سيئا وعدوانيا وأنا لا أتفق مع هذا وكثير من الخبراء في الولايات المتحدة الأمريكية يرون أن إسرائيل ستتخذ الخطوات التي تعتقد أنها لازمة لضمان أمن مواطنيها وإذا كانت إسرائيل تعتقد أنها من حقها ترد الفلسطينيين في سيناء والأردن حينها سيكون من الصعب إيقافهم وسيتعين ليس فقط على أمريكا وقفهم وإنما أطراف أخرى كما قال السيد عماد السيناريو المحتمل هو ما يمكن تسميته بالخط السريع نحو الجحيم أرى أن الفلسطينيين والإسرائيليين لن يتاجهوا إلى هذا الطريق السريع وإذا فعلوا ذلك سينتهي المطاف بهم إلى الجحيم فعلا إلا إذا أوجدنا مخرجا معينا مخرجا قد يخرجهم بأمان الولايات المتحدة الأمريكية تتحدث عن حل الدولتين لكن الذي يهم هو فعل شيء بشكل مسرع ميدانيا وذلك لجلب السلام والأمن لكن من سيدعم حل الدولتين الجناح اليمين المتشدد أصبح أكثر تصلبا بعد هجوم السابع من أكتوبر سأسألك فيما بعد عن مسألة اليمين المتطرف وإلى أي حد يمكن للإدارة الأمريكية أن تبعد هذه الأطراف كما هي تسعى لتغيير ربما قيادات فلسطينية داخل السلطة سأسألك على هذه النقطة المهمة ولكن أسأل هنا دكتور عماد فيما يتعلق بالبعض ينحو باللائمة على الإدارة الأمريكية إدارة بايدن أنها لا تضغط بالشكل الكافي على حكومة نتنياهو المتطرفة في مجال حقوق الإنسان إلى أي حد تتحمل واشنطن الوضع السيء في الأراضي الفلسطينية ما رأيك؟ يعني خلينا أقول أنه منذ أن قال الرئيس المصر الراحل أنور السادات أن الولايات المتحدة الأمريكية تمتلك 99% من أوراق حل اللعبة أو القضية في الشرق الأوسط وكل يوم يثبت لنا صحة هذه المقولة لكن هذه المقولة تنقصها جملة أخرى بشرط وجود إدارة أمريكية قوية يعني لو حدركت تتذكر كانت إدارة كارتر إدارة ديمقراطية في الولايات المتحدة الأمريكية والحكومة الإسرائيلية أكثر يمينية بقيادة منحن بيجن لكن دور كارتر وضغوطه ودور هنري كيسينجر والمستشارين الأمريكيين في ذلك الوقت نجحوا في الدفع بهذا الاتجاه رغم أن اليمين الإسرائيلي وعلى رأسه جيلا كوهين زعيمة حزب هتحية في ذلك الوقت مزقت معاهدة السلام أثناء مناقشتها في الكنيسة الإسرائيلي نفس الأمر فعلته إدارة كلينتون في يوليو من عام 2000 حينما أتت بعرفات وباراك كان رئيسه زراء إسرائيل وجمعتهم في كامب ديفيد الثانية وعزلتهم عن العالم لمدة أسبوعين وتقريبا من يقرأ مذكرات كل من شاركوا في هذه العملية من إسرائيليين وفلسطينيين وأمريكيين يدرك تماما أنهم كانوا قاب قوسين أو أدنى من التسوية السياسية الفكرة وفق حل الدولتين بمواصفات معينة بتبادل أراضي بالنسبة محدودة لكن الذي فجر القضية برمتها هو أنهم عاجزة يعني عرفات وباراك عن التوصل إلى رؤية حول القدس فاقترحك لنتون تأجلها فعرفات رفض فاندلعت انتفاضة الأقصى ثم يعني انفجرت كل الأوضاع نعم الولايات المتحدة الأمريكية ونقطة تانية عايزة أذكر بها سيد آدم إيرلي أن كلينتون كان يخشى فوز اليمين الإسرائيلي في الانتخابات التي جرت على ما أتذكر 88 أو 87 فأرسل فريقه الانتخابي أدار حملته الانتخابية في الولايات المتحدة لكي يدير الحملة الانتخابية لباراك ونجح في إنجاح باراك طبعا وكان له تأييد في الشارع فالآن عايزة أقوله نعم الإدارة الأمريكية تملك يعني السيد آدم إيرلي يقول الولايات المتحدة وأطراف أخرى مستحضروا بالله يا سيد آدم الذي يمسك بالنعم صحيح فاعل هو الإدارة الأمريكية مشكلتنا أنه لا توجد إدارة قوية ما رأيك سيد آدم إيرلي في هذه النقطة نحن أمام إدارة ضعيفة يعني مستسلمة للانتخابات سيد بايدن أمامه انتخاباته ولذلك هو يضع هذه الحسابات أمامه حتى يصل الأمر بسيد وزير المالية الإسرائيلي بتسئل سموتريتش يقول نحن نكن احتراما كبيرا للولايات المتحدة أفضل حليف لنا في العالم وكذلك للرئيس بايدن إنه صديق حقيقي كما يقول لإسرائيل لكننا لن نترك مصيرنا أبدا يحدده الغرباء يعني هذا حتى تطاول على الرئيس بايدن وبالتالي إلى أي حد ضعف بايدن هو الذي يجعل اليمين المتطرف يعني يتحكم بهذا الشكل في داخل إسرائيل بشكل يخالف حقوق الإنسان والمعايير التي تضحها الولايات المتحدة أعتقد أن الدكتور عماد ما قاله أتفق معه وخصوصا تحليله التاريخي لكن مع تعليقين أولا لطالما كان من الحكمة أن نقول إنه ما لم تقم أمريكا والرئيس الأمريكي بالانخراط مباشرة في عملية للسلام لن يكون هناك أي شيء وهذا صحيح لكن من جانب آخر عندما نتحدث عن إدارة كيفية تنفيذ إسرائيل لعمليتها العسكرية إسرائيل لن تسمع لبايدن إذا قال لها أو قف القصف لأنها تريد التخلص من حماس هل الإدارة الأمريكية في الوقت الحالي ضعيفة وهل هذا جزء من المشكلة؟ نعم ولا لأنه إذا ندرنا إلى بايدن فهو طاعن في الصين ليس له الحيوية ولا قوة بيل كلينتون ولا جيمي كارتر لكن مع ذلك يمكنني القول إننا ما نراه في الشرق الأوسط لم يحدث فقط في العامين الماضيين منذ إدارة بايدن وإنما هناك تركمات تاريخية هذا يحدث بسبب ما فعله ترامب وأوباما فترامب فعل كل ما يلزم لإضعاف السلطة الفلسطينية يمكنني أن أقول أيضا إنه إذا ندرنا إلى 2024 وإذا اعتقد الناس أن إدارة بايدن هي ضعيفة ودعيمة كبيرة لإسرائيل ولا تضغط على إسرائيل أو تمارس نفودا عليها حسنا إذا جاء الجمهوريون إلى السلطة سيجعلون بايدن يبدو الرجل الصعب والصارم مع إسرائيل الجمهوريون سيعطون أكثر من الضوء الأخضر لإسرائيل وسيقومون بأشياء لا يمكن وصفها في الوقت الحالي بالمقارنة مع الإدارة الديمقراطية الجمهوريون سيمنحون إسرائيل كل ما تريده طيب دكتور عماد فيما يتعلق بأيضا الولايات المتحدة الأمريكية يقول لك البعض ربما قدمت بعض الأمور من أجل الضغط على الجانب الإسرائيلي لن تمنح تأشيرات للمستوطنين الإسرائيليين المتطرفين الضالعين في موجة عنف ضد الفلسطينيين هي أوقفت صفقة لبيع إسرائيل عشرين ألف بندقية بسبب عنف المستوطنين وبالتالي هناك ضغوط تمارسها الإدارة الأمريكية على الجانب الإسرائيلي لكن إسرائيل وحكومة اليمين المتطرف هي التي تقوم بذلك من تلقاء نفسها يعني طبعا أتفق مع ما تفضل به السيد آدم فيما يخص أن التسويات دائما ما تأتي من جانب إدارات ديمقراطية وإدارة بايدن رغم كل المآخذ عليها ورغم سقطات وزير الخارجية أنتوني بلينكين وتصريحه عن دياناته في تضامنا مع إسرائيل رغم كل ذلك نقول أن الإدارات الديمقراطية أكثر رحمة من الإدارات الجمهورية لكن خليني أقول نقطة حتى نحاسب أنفسنا المعادلة السلسية سيد الفاضل إسرائيل الجانب الفلسطيني والولايات المتحدة يعني إحنا لم نناقش الجانب الفلسطيني يعني النهاردة خلاف داخل حماس ما بين الجناح السياسي والجناح العسكري النهاردة السلطة الوطنية الفلسطينية وأنا استمعت إلى بعض ممثلي منظمة التحرير يتحدثون عن أن حماس تريد التفاوض مباشرة مع الإدارة الأمريكية ومع إسرائيل كي تضمن استمرارها فيما بعد حماس لم تدخل منظمة التحرير الخلافات لازالت عميقة يعني أرصد أقول إحنا كنا ممكن نضع اللوم كله على الإدارة الأمريكية لو كانت لدينا موقف فلسطيني مشترك وواضح وبيشتغل سياسة وبيشتغل برؤية براجماتية ويضع مصلحة الشعب الفلسطيني والشعب الغزاوي في المقدمة يعني لغاية النهاردة أكتر من قربنا على 22 ألف شهيد وأكتر من 55 ألف جريح والنهاردة الناس موجودة في الأنفاء موجودة في الأوتلات وسيبا الدنيا تشتغل هكذا وصراع احتمالية التسع ماذا ينتظر الجانب الفلسطيني كليجلس معا ويسلم إدارة المسألة لمنظمة التحرير المعترف بها شرعيا هنا أتصور أننا سنساعد الولايات المتحدة الأمريكية على التدخل وسنساعد أيضا الرأي العام الإسرائيلي لو وقفت هذه الحرب على إسقاط نتنياهو والإتيان بحكومة مغيرة يتخلصون فيها من اليمين الشعب الإسرائيلي في النهاية بنى أدمين بنى أدمين عايزين يعيشوا محبين للحياة وبالتالي اللي حصل لهم في 7 أكتوبر يعني طعن ضخمة لا يريدين تكرارها المظاهرات اللي كنا بنشوفها المظاهرات أهالي المحتجزين يعني كل ده يعني خلينا نقول إحنا محتاجين برضو نتكلم بشجاعة عن واقع الحال في عالمنا العرب في دول العربية بتشتغل ضد بعضها هناك من يأخذ بيد أعضاء حماس ويجلسهم بشكل غير مباشر مع الإسرائيليين ويريد تقديمهم للأمريكان طرف عربي موجود يقوم بدور ما مصر تحاول السلطة وحماس في مشكلة حماس داخلها في مشكلة فأصد أقول ترتيب البيت الفلسطيني ساعتها يساعدنا على الحديث مع الأمريكان ويساعد المكتمل السرير للتخلص من حكومة نتنيا ومثلما الحديث عن ترتيب البيت الفلسطيني وأسأل هنا سيد آدم إيرلي مثلما حديث الإدارة الأمريكية على ضرورة ضخ دماء جديدة فيما تسميه إصلاح السلطة أيضا هناك البعض يقول يجب على الإدارة الأمريكية أن تصلح إدارة نتنياهو حكومة نتنياهو أن تبعد هذا اليمين المتطرف الذي يدفع لتوتير الأمور أكثر في منطقة الشرق الأوسط إلى أي حد هناك ضرورة لإبعاد هذا الجناح المتطرف عن الحكومة الإسرائيلية ما رأيك؟ هناك شقاني للإجابة عن هذا السؤال نظريا هناك ضرورة مطلقة لاستبعاد الجناح اليميني المتشدد وكذلك هناك ضرورة لاستبعاد المتشددين من الجانب الفلسطيني لكن عمليا كيف يمكن فعله هذا؟ لأنه في إسرائيل على الأقل هؤلاء انتخبوا ديمقراطيا أليس كذلك؟ سموتريتش وبينكفير هم أعضاء في البرلمان وفازوا بأصوات مواطنين إسرائيليين لذلك اليمين المتشدد في إسرائيل يعكسوا لا اسمح لي سيد آدم سيد آدم سيد آدم حينما تقول لي بأن هؤلاء انتخبوا ديمقراطيا البعض يقول لك أيضا في الجانب الفلسطيني الذين هم في غزة انتخبوا ديمقراطيا وبالتالي هو ضرورة إبعاد هذا الجناح المتطرف نعم هذا صحيح أنت محق الفرق هو أن حماس انتخبت في 2006 وكانت تلك آخر انتخابات جرت وهم فازوا بفرق دائل وفاتح كانت قد قطعت الانتخابات في 2006 وكانت تلك هي آخر انتخابات ومنذ ذلك الوقت حماس استولت على السلطة وأقصت أي معارضة وبالمناسبة مارست الإرهاب وهذا أيضا ينطبق على بعض الساسة الإسرائيليين وهذه مشكلة ومع رغبة الولايات المتحدة الأمريكية في استبعاد أي أصوات متشددة ودفعها إلى القبول المتبادل بين الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني لكن السؤال هو كيف نفعل ذلك لابد من اللعب بالأوراق الموجودة لا يمكن أن نغير ما هو موجود ونجلب أوراق جديدة ما رأيك سيد عماد في هذه النقطة قبل أن نختم هذا الحوار فيما يتعلق بالطرف الإسرائيلي جاء عن طريق انتخابات ديمقراطية وهناك صعوبة ما قد يجعل الإدارة الأمريكية في حيرة من أمرها لهذا التغيير شوف من النحية القانونية ومن النحية ما قاله السيد أدم إيرلي صحيح أن هناك أربع انتخابات إسرائيلية جرت في سنتين وهذا هو انعكاس لاتجاه الرأي العام الإسرائيلي ناحية اليمين ما يؤخذ علينا في الجانب الفلسطيني أن كل ما ينتمي للإسلام السياسي يستخدم الانتخابات كسلم للصعود ثم يركل السلم ويرفض إجراء انتخابات عشان كده كنا نفسي يبقى فيه وقت كنا نتكلم عن المبادرة المصرية اللي هي كانت بتتكلم على حكومة تكنقراط وقف الحرب وحكومة تكنقراط يقرها الفلسطينيون وليس الأمريكيين أو الإسرائيليين انتخابات لا يا سيد الفاضل انتخابات الشعب الفلسطيني انتخابات شفافة تحت إشراف دولي ولو فازت حماس تتفضل تسلم السلطة بس يبقى عندك انتخابات هو في الفعل عنده حق من 2006 ما فيش انتخابات وبالتالي عشان كده انا يمكن اشارت في كلمتي السابقة انه احنا علينا هومور كما عملناهوش احنا علينا احنا مش قادرين لغاية دلوقتي نعمل توافق وطني فلسطيني نتفق على وقف الحرب ثم اعادة اعمار حكومة تكنقراط ثم بعد ذلك نتكلم على انتخابات وحكومة تدخل في لانها فرصة نموذجية تدخل في فوضات حل الدولتين يعني هذه الفرصة النموذجية انا رأيي وانا رجل واقعي ان اكثر من 50-60% من المخرج من الازمة الراهنة هو قرار فلسطيني بالتوافق الوطني والتعامل بايجابية يعني المبادرة المصرية موجودة ومصر بتشتغل مع دولة عربية والدولة العربية بتاخد الاخوان توصلهم بشكل غير مباشر للاسرائيليين وللامريكان اذا بتضرب في فتح وده في مصلحة اليمين الاسرائيلي لان العالم كله معترف بمنظمة التحرير ما تدخل حماس منظمة التحرير وتبدأ تتعامل لابد من اصلاح البيت الفلسطيني الداخلي عشان اقدر ارد على السيد ادم اير اللي ما اقدرش اقوله انت غالا لان اسرائيل عدا انتخابات دورية وحصلت اربع انتخابات في سنتين احنا من 2006 ما عندناش انتخابات في الاراضي الفلسطينية ومسيطرة بالسلاح ربما الحصار يلعب دور اكبر تقسيم الذي مرسه نتنياهو وتعزيز هذا الانقسام ايضا له دور اخر سيد عماد شكرا جزيلا لك دكتور عماد جاد مستشار مركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية كنت معنا من القاهرة اشكر ادم ايرليا الدبلوماسي الامريكي السابق كنت معنا من واشنطن شكرا لك شكرا لك